السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خاصية جميلة في ارث دوت جوجل حابب انها اشير لها. ارث وجوجل تقدر تشوف الخرايط بشكل كواس جدا وتقدر تعمل بي مشاريع ممتازة يعني ممكن تقول له انا عايز احدد الاماكن الاسرية اللي موجودة في الخريطة ديت او المساجد او اي اماكن. فهو ممتاز جدا وطبعا جوجل في اقمر صناعية كتير بتخدم على الخرايط ديت. تقدر تسفاد منها بشكل قوي جدا وموصف فيها. تقدر تحط بحيث ان انت ترجع للمكان دوت. تمام? تقدر تخزانه على لوكل كي ميل. او ان انت تسافه عندك على على جوجل درايف. طبعا هم كلهم مرتبطين ببعض. كلهم طبعا جوجل. تقدر في لحظة تقول له فيو. تقدر تتغير شكل الايكونة. ففي شوية مزايا ممتازة جدا. تقدر تحط باص مصار معين مسلا من مكان لمكان. وهو هيقول لك الطول بتاع دي ايه? تقدر سافه للمشروع معين. ففي شوية حاجات كتير جدا ممتازة في المشروع دوت. طيب اللي انا عايز اوروه لك بقى. حاجة جميلة جدا اللي هي فيو. تمام? بحيث ان انت تشوف الخرايط مسلا اهي. من الفين وخمسة كتعاملة ازاي لحد عشرين عشرين. طبعا ده ممكن ان يبان معانا مسلا في المدن الجديدة مسلا. حيث تشوف البناء اللي حصل في الفترة ديت. اهي مسلا هنا. تبدأ تشوف الخرايط. بوسكت فاضي خالص وبعد كده يبدأ يبرهي لك وهي تتبني. طبعا قبل الفيلم خامسة برضو متيح خرجتها جدا اهي. فدي ممتازة جدا طبعا بش المدى يعني البداية المكان في تسجيل الحاجات هيت. انا ساكن هنا في المرج هي. تمام? نقدر نشوف بقى ايه ماذا التطور اللي حصل في المكان. كل شوية بقى طبعا ايه الامكان الخضرة دي بتتهد ويتبني مكانها البيوت. ايه. فدي يعني ممتازة جدا لو انت بتعمل بحس عن تطور منطقة معينة هتجيب لك كل الخرايط في ثانية تقدر ان انت اتباحها من بالايام والشهور والسنين زي ما انت عايز. دي خاصية وامتازة. هي في خاصية برضو اتانية معاها. الجريد لاين لو انت عايز تزهره او ان انت تخفيه. اللي روض بقى لو انت عايز تخفي اللي رات معينة تزهر حاجات معينة. تقدر تخفي مسلا الكلاود مسلا تقدر تخفي الحدود والليبل البليسيز وهكذا. اتمنى يعجبكم الموقع دوت ايرس دوت جوجل.